سنسيب حضراتكم مع موجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زمنة نادينا شارفة تفضلي دينا شكرا لك مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي خطورة خطوات التصعيد المستمر في المنطقة التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراعة مشددا في هذا الصدد على المسؤوليات التي تقع على عاطق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف في اتجاه تواصل اتفاق ينهي الحرب الجارية في قطاع غزة بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل وفي لقاء آخر مع وزير خارجية دنمارك لارسل راسو مونسون أكد الرئيس السيسي الضرورة القصوى لتغليب مصار التهدئة والتواصل اتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار بقطاع غزة وأتبادل المحتجدين بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها هذا وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتزامن ذلك مع مصار جاد وحاسم لتنفيذ أحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق التطلعات الشعوب المنطقة أكد مصدر رفيع المستوى للصحة لما تدورته وسائل أعلام إسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية موضحا أن ما حدثه هو تبادل إطلاق النار بين قوة من حرص الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في سحراء النقبة كما نفى المصدر موجود أي حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة في مدينة تاخان يونس جنوب قطاع غزة وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن المجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل مناطقة المواصي أصفرت عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء بينما لا يزال عدد كبير أيضا من المواطنين في عداد المفهودين وأشارت دفاع المدني إلى أن مجزرة مواصي خان يونس واحدة من أبشع المزاك جازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش الحرب في غزة بأنها أسوأ حرب شاهدها في حياته وقال جوتيريش أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار في غزة وأضاف أيضا جوتيريش أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن تلعب الأمم المتحدة دورا في مستقبل غزة سواء عن طريق إدارة الإقليم أو توفير قوة حب ثلامة لأنه من غير المحتمل أن تقبل إسرائيل بدورا للأمم المتحدة على حد قوله أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة اللبنانية إصابة أربعة أشخاص جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان وأفدت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل كما نفذت مصيرة إسرائيلية غارة ثانية على البلدة وهذا وتعرضت بلدة كفر كلال لقصف مدفعي إسرائيلي بقضائف الهون يتواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة كاملا هارس اليوم للمرة الأولى أمام ملايين الأمريكيين في مناظرة تلفزيونية قد تكون الوحيدة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أقل من شهرين وأظهرت سلسلة استطلاعات جديدة لأراء الناخبين أن الفارق بين المرشحين ضئيل بحيث يمكن لأي منهما أن يفوز بالرئاسة في الخامس من نوفمبر المقبل ختم ومجد أستامنة فاصل ونعود لحظاتكم استقمال الباقي فقراء صباح الخير يا مصر